موسيقى متابعين الكرام في الملكة العربية السعودية أصعد الله وقاتلكم بكل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنتناول فيها أول شيء صورة الأقمار الاصطناعية التي وارد إلى تقصر نشاهد ماذا يحصل الآن في أراضي المملكة ثم نذهب إلى توقعات الأحوال الجوية الأيام القادمة ونختم هذه النشرة دائما بالتوصيات بشأن الأحوال الجوية السعيدة نبدأ نشرتنا الجوية بآخر صورة الأقمار الاصطناعية والتي تشير إلى تقدم لمنخفض جوي فوق مناطق بلاد الشام وبالتالي بعض السحب الرعدية نشأت على طول المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق القطاع الشمالي والغربي من المناطق الوسطى كذلك الحال في بعض المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية إذن هذه صورة الأحوال الجوية التي تتؤثر بها بعض مناطق هناك بعض الرياح النشطة موجودة في القطاع الشمالي الغربي تثير بعض الأتربة والرمال بالنسبة لتوقعات درجات الحرارة خلال الأيام القادمة هناك أجواء باردة في المناطق الشمالية الغربية ربما تكون غير معتادة مثل هذا الأوقت العام يتقدم هذا الهواء بالاتجاه الجنوبي الشرقي في حين يقابل ارتفاع على درجات الحارة في القطاعات الشرقية ودرجات الحارة بشكل عام في عموم مناطق شمال غرب المملكة هي دون معدلاتها مثل هذا الأوقت العام بشكل كبير جدا وهي غير معتادة وتهبط إلى الصفر المائوي فوق منطقة جبل اللوز ومرتفعات تبوك العالية انتقالا إلى توقعات التقس والأمطار تحديدا خلال الأيام القادمة فيتوقع أن تتأثر مناطق واسعة من المملكة به طولات رعدية سيمة المناطق الجنوبية الغربية لأنه لك يتوقع أن تشهد المرتفعات أمطار رعدية وكما تهدثنا سابقا هناك عودة لهذه الأمطار الرعدية قد تشمع أيضا مرتفعات مكة وباحة وأيضا عسير وبعض أجزاء جهازان بعض الأمطار أيضا متوقعة في بعض مناطق العاصمة الرياض كمحافظة هناك بعض المناطق التي تشهد أمطار رعدية والمناطق الشرقية والشمالية الشرقية ووصول إلى بعض مناطق الحدود الشمالية وتوقع أن تهتم بها زخات رعدية من الأمطار خلال اليومين القادمين ذلك ناتج عن تواجد ذلك الحوض من الهواء البارد فيه فوق مناطق بلاد الشام إذن هذه صور الأمطار أو توقعات الأمطار متوقعة على مرتفعات جنوب غرب المملكة كما نلاحظ إذن مناطق واسعة من هذه المرتفعات توقع أن تشهد أمطار جيدة تكون أصحاب حدوث العواصفة تمتد بعض هذه الأمطار شمالا التي تشمل مرتفعات مكة والطائف والباحة هذه الأمطار إذن تمتد شرقا لبعض مناطق نجران وإذن غربا باتجاه بعض المناطق السهلية القريبة من جازان كما نلاحظ بعض الأمطار إذن في المناطق الغربية من العاصمة الرياض ربما تكون هناك بعض الأمطار الرعدية تقال من المناطق الشرقية نلاحظ مناطق واسعة من المناطق الشرقية تتأثر بمطلات مطارية ورعدية على شكل زخات تمتد هذه الأمطار إذن لتشمل المناطق الشمالية وأجزاء من الحدود الشمالية بمشيئة الله تعالى ننتقل للحديث عن توقعات التقس خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض تكون أجواء غير مستقرة نهاريون الأربع مع فرصة لهطول أمطار رعدية درجة حرى 31 درجة موئة تنخف الليل إلى 17 لكن تستقر الأجواء ليلا يوم الخميس درجة حرى تقريبا 29 درجة موئة مع أجواء صافية ومشمسة بوجه عام تهبط ليلة 18 درجة موئة في حين يعني تعود بعض الشيء الأجواء تسبح غير مستقرة من جديد نهار الجمعة مع تقدم منخفض الجو جديد فوق مناطق بلاد الشام وتهبط درجة حرى إلى 25 درجة موئة في حين تكون 16 درجة موئة مع أجواء غائم جزئيا ليلة الجمعة على السبت نختم هذه النشرة ببعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية التي تتأثر بها مناطق مملكة التنبيه الأول هو من الرياح الهابطة التي تثير الأترب والريمان سيما أماكن وجود السحب الرعدية الانتباه من تدني مدى الرؤية الفقية إذن بسبب الغبار الناتج أيضا عن الرياح الهابطة أو من نشاط سرعة الرياح والأمر الأخير هو على مرضى الجهاز التنفسي التعامل مع هذه الأجواء بجدية عبر الاهتمام بالتنبيهات الصادرة وعمل الإجراءات الوقائية للتعامل مع الغبار وأيضا دائما ننبه من الابتعادة من الأودية وعدم المجازفة في ظل هطول الأمطار الرعدية كونها تجري بسرعة وينشكل السيول على المنحدرات في بعض مناطق المملكة هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة دمتم في رعاية الله للقاء اشتركوا في القناة